بارك الله فيكم و أحسن إليكم فضيلة الشيخ لعلي أبدأ بسؤال ورد عبر وسيل التواصل الاجتماعي و هو ورد بأكثر من صيغة و أكثر من عدد يسأل عن المطهر أو المعقم هل ينقض الوضوء أو هل هو طاهر أو حكم الكحولة موجودة في هذا المعقم أولاً هذا المعقم إذا كان المواد التي فيه مجرد مواد مطهرة و معقمة و ليس فيها كحول فهذا الأصل فيه الإباحة و الطهارة أيضاً لكن لو افترضنا أن بعض المعقمات فيها نسبة من الكحول فأيضاً لا حرج فيها أيضاً على القول الراجح لأن القول الراجح عند كثير محاقين من أهل العلم أن الخمر أنها ليست نجسة أنها طاهرة و ليست نجسة و إن كان محرم من شربها و تعاطيها و من كبائر الذنوب لكنها هي نفسها ليست نجسة لأنه ليس هناك دليل يدل على النجاسة و أما قول الله سبحانه إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و رجس و معامل الشيطان فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية بدليل أن الله تعالى قرن الخمر بالميسر و الأنصاب و الأزلام و هذه ليست نجسة نجاسة حسية و إنما نجسة نجاسة معنوية في الخمر و كذلك أيضا لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في سكك المدينة و معلوم أن الناس في ذلك الزمان لم يكن كثير منهم عنده نعال و كانت الأرض ترابية فلو كانت الخمر نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها في سكك المدينة و تلويث سكك المدينة بالنجاسة و يبقى الأصل و هو أن الأصل في الأشياء الطهارة و ليس هناك دليل ظاهر يدل على النجاسة هذا هو رأي جمع من المحققين من العلم فالأقرب الله و أعلم فيها الطهارة و على ذلك أيضا نقول حتى لو افترضنا أن هذه المعاقمات فيها كحول فعلى القول الراجح أيضا ليست نجسة الحمد لله أبارك الله فيكم و أحسن لك في وضعتي شكرا لكم شكرا لكم